حذرت الأمم المتحدة من وجود تهديدات حقيقية تجعل من قطاع غزة مكاناً غير صالح للعيش على الإطلاق ويأتي ذلك في ظل استمرار العدواني الإسرائيلي على القطاع وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين يوماً بعد يوم يثبت لنا الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يستهدف فصيلاً بعينه كما يدعي بل يقوم بعملية تطهير عرقي وإبادة ممنهجة مخطط لها منذ زمن لسكان غزة لأسباب أصبحت لا تخفى على أحد فقد حذرت الأمم المتحدة من أن التقسى البارد والممتر في قطاع غزة بالإضافة لانتشار الأمراض القاتلة والأوبئة جميعها تهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقه العدوان الإسرائيلي غير صالح للعيش على الإطلاق الأمر لم يعد قتلاً عن طريق القصف المستمر بل هي إبادة بكل الطرق الممكنة وأولها تصفية غزة من كل مقومات الحياة عن طريق هدم المباني وتجريف الأرض واستهداف البنى التحتية والمستشفيات والتجويع فمن لم يموت بالقصف سيموت حتماً جوعاً أو برداً أو مرضاً مع النقص الشديد للمساعدات الطبية والإنسانية بسبب التعنت الإسرائيلي فالأمم المتحدة من جانبها نشرت تقريراً يفيد أن 93% من تكان غزة يواجهون المجاعة بحلول فبراير حتى إنهم صاروا يتناولون على فالحيوانات غير عابئين بأضراره التي قد تنتج على مدى قريب أو طويل في أكبر وأعنف مجاعة تشهدها بقعة على القرى الأرضية في العصر الحديث ليس هذا فحسب بل إن حجم ركام الضمار الهائل الذي تشهده غزة ويتكون من 15 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة هي مازيج سام من الغبار والرماد ومواد أخرى تذكرنا بمأساة نكزاكي وهيروشيما وهو أمر سيؤدي على المدى البعيد إلى آثار صحية خطيرة على سكان غزة المتبقين على قيد الحياة ليظل السؤال مؤرجحا حول ملامح الأزمة الإنسانية التي ستواجه الفلسطينيين أصحاب الأرض حتى في حال عودتهم للقطاع المنهار بعدما أسماه المجتمع الدولي باليوم التالي